بالله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي طلبات وطالبات الصف السادس للتداء اللغات. اهلا بكم مستر محمد سعيد محاراكم ساينس تيتشر. بنتابع مع بعض ان شاء الله حلقات الفاينل ريفيجن. الناس اللي يمتابع معي. دي طبعا هنبتدي نهاردة ان شاء الله نعمل الفاينل ريفيجن على مين بوينتز في يونت تو. في يلا نساينز يلا نساينز. نحن نشوف كده يونتو هنتكلم فيه عن ايه بس قبل ما نبدأ ان شاء الله في الحالة بتاعتنا بفكرك ما تنساش تعمل سابسكرايب تعمل تفعيل زر للجرس. علشان نوصلك اول باول الفيديوهات اللي جاية بازن الله. فبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ كده نعمل بسرعة على يونت تو. او الكنسيبت عندنا في يونت تو. طبعا يونت تو بنكلم فيه عن الانيرجي وبنكلم فيه عن الانيرجي تحديدا وكمان علاقاتها بيه اللي هي علاقتها بحالات المادة. فطبعا everything around us is made of ايه? excellent. made of matter. مصنوع من مواد. التابل والحنا نكلم على الحاجات المادية. الحاجات اللي تمسك في ايدينا يعني. يبقى anything او everything around us is made of matter. all matter is made up of particles called molecules. يبقى الماتر اللي حولينا دي عبارة عن molecules. طبعا الموليكيول ده صغار جدا. واحد يقول لي يا مصر طب ازاي احنا شفنا الماتر بما ان الموليكيول صغار جدا. ما احنا شفنا الماتر عشان هي مش موليكيول واحد. ده بليونز اف موليكيولز. هديك مثال مسلا عشان تفهم من موضوع ده. انت مسلا واقف في الدور العاشر ففي نملة ماشية تحت. هتشوفها? طبعا مش هتشوفها. هل ده معناه ان هي مش موجودة? لا هي موجودة. بس انت مش شفعش نية صغيرة جدا. لكن لو جمعنا بليونز اف انتس. احنا جمعنا مليارات النمل وجمعناهم تحت. هتبتدي تشوفهم صح? يبقى احنا احنا ايه اللي خلينا نشوف الماتر? ان الماتر دي فيها بليونز اف موليكيولز. فيها مليارات الموليكيولز. اجمعو مع بعض. هديك مثال تاني. انت مسلا لو جبت مسلا سام ووتر ان اه يعني ان اه ان اه كوكين بان. وحططهم في حالة كده اقطاصة. وحططهم على الاوفين على البوتاجاز. بعد شوية هتلاقي المياه حصل لها واختفت طارت في الهواء. طب هي اختفت? لا هي موجودة في الهواء بس احنا مش شايفينها. لان هي اتفرقت او اتجزقت لي اتفتت الدقة للموليكيولز بتاعتها. عشان كيان ما هميجيب اساس مية من الفريزر فيها تلج وحطها شوية كده هتلاقيها شبرت من برة. هتلاقي عليها مية من برة. طب المية دي جات منين? مع دي الووتر فيبر اللي كان موجود في الهواء اللي احنا ما كناش شايفينه من شوية. فابتدى الموليكيولز تتجمع وتعمل نقطة. موليكيولز تتجمع وتعمل نقطة 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 وكزا. فنبتدى نشوفهم. تمام? يبقى تاني. الموضلة حولينا is made of particles called molecules. and which is also made of a atoms. يبقى اصغر حاجة جوه الموليكيول هي الاتوم. يعني احنا نجيب له مثلا بوتل فيوتر كباية مية كده هو. خلاص فيها ووتر. لو افترضنا ان احنا اكبرنا اوي يعني. هتلاقي الووتر ده برا موليكيولز بالشكل ده. تلات دواير كده مع بعض. ده الموليكيول الواحد. الموليكيول ده برا نيه? one oxygen atom and two hydrogen atoms. وجنبي one oxygen atom and two hydrogen atoms. وجنبي one oxygen atom and two hydrogen atoms. انسوء يبقى ده اسمه موليكيوم. موليكيولوف وتر. طب الموليكيول بيكون ايه? اوكسين اتم و two hydrogen atoms. يبقى الموليكيول بيكون ايه من اتوم. يبقى اصغر حاجة في الماتر هي ليه اتوم. طبعا اتوم is the smallest building unit of matter. اصغر اصغر واحدة بنائية للمادة هي مين? الاتوم. يبقى اتوم is the smallest building unit of matter. طبعا موليكيول كونسيسوف ايه? لو قل الموليكيول او ده كده موليكيول بيكون ايه? دول اسمه ايه? اتوم. يبقى موليكيول كونسيسوف اتومس. او ميد اتومس. matter is found in three states. which are? طبعا الموادل اللي حولينا حاجة من تلاهيتها ايه او ايه او ايه? excellent solid liquid and gases. خلاص? all matter contains thermal energy. حتى الايس حتى الايس. يبقى اي متر جواه thermal energy. جواه قدر من الطاقة. الطاقة الحرارية. ممكن تبقى قوليه جدا زي الايس. ممكن تبقى كبيرة جدا زي الووتر فيبر. خلاص? يبقى all matter contains thermal energy. طبعا thermal energy ليه الطاقة الحرارية? مقدسها ايه? the movement of particles. يعني by increasing thermal energy كل ما المادة تسخن. هنلاحز ان movement of particles increases. ودي ما نكون نشوفها بعينينا. لو انت جبت مية كده حلت مية حطيت على البتجاز. وبتدت تسخنها. هتلاقي بعد شوية المية بدت تتحرك. وبعد كيه بدت تغلي. يعني تتتحرك اسرع 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 اسرع. يبقى by increasing thermal energy. or by increasing temperature. the movement of particles increases. يبقى فيه relationship between thermal energy and movement of particles. والعلاقه بينهم direct. عشان كده thermal energy مقياس للمovement of particles. the transfer of thermal energy is called the انتقال thermal energy من دسم الديسم اسموه? heat. تمام? طبعا space energy is the energy that molecules and atoms have due to their motion. اه بيقول بسعب حركتهم. بس ما ايه? طبعا ما قال لي motion. يبقى kinetic energy. kinetic energy. طبعا thermal energy of substance is related to ايه? طبعا kinetic energy يعني مرتبطة بال kinetic energy اللي هي الطاقة الحركية. طاقة حركة المolecules. يعني فيه relationship between them. يعني by increasing thermal energy مش قلنا كل ما نسخن اكتر. the speed of movement of the movement of particles. لوال molecules increase. يبقى فيه direct relationship between thermal energy and kinetic energy of molecules. and it equals the submission of kinetic energy of molecules and atoms. يبقى thermal energy عبر عنهم. submission equals the submission of kinetic energy of molecules and atoms inside the substance. عندي بعد كده. solid molecules طبعا موف ايه? slowly. ممكن اقول لي space. molecules move slowly. بس solid molecules move slowly. بتحرك بابطأ. because they have low thermal energy. عشان عندهم low thermal energy. هو gas molecules. طبعا الجاز طبعا يعني لو if compared with solid. يبقى it is more hotter than solid. so molecules move fast because they have thermal energy. او high thermal energy. تمام? طبعا heat flow from a. heat flows from higher temperature object. من الجسم السخن يعني hot object. لو بنسميها hot object يعني. to lower temperature object. الجسم البارد. cold object. يعني او جبت جسمين. واحد سخن واحد بارد. تمام? خليه نرسموه مثلا بال. بالكولور تاني. يعني هنا مثلا hot object. ويده مثلا cold object. يبقى it transfer from mind to mean. من الهوت لcold. يبقى it transfer from higher temperature object to lower temperature object. by increasing thermal energy او substance. كل مطاقة الحرارية. يعني جسم اسكن اكتر. بيزيد اللي حصل. اول الحاجة. it's temperature increases. also kinetic energy increases. يعني speed of molecules increases. كل ده بيزيد. وبا increasing temperature of the substance. او when the object gains thermal energy. يعني كل ما يزيد الثيرم الانرجي ليه. temperature increases. kinetic energy increases. speed of movement of molecules. also increase. on heating solid or liquid matter. لما بنسخن المادة صولد. اللي بيحصل. ست حاجات بتتغير. تعال نشوف كده ايه اللي بتتغير. on heating solid or liquid matter. اول حاجة. the molecules gain thermal energy. يعني thermal energy increases. ايه كمان? speed of molecules increases. هاتدي الملكولز تحرك اسرع. temperature increases. molecules move او vibrate faster. يعني نميقدر نقول. motion increases. بس في كلهم انكريز. لو انت ملاحظ كله انكريز. يبقى thermal energy increase. speed increases. temperature increases. molecules vibrate faster. لكن the force that hold those molecules تضعف. انهما بتحركوا بعيدا عن بعض. فبالتالي تضعف. لغات لما نوصل لل melting point changes from solid to liquid. ولو وصلنا لل boiling point changes from liquid into gas. او نفس الكلام بقى العكس. on cooling لو انا بردت. on cooling liquid or gaseous matter. ايه اللي بيحصل? اول حاجة molecules lose. thermal energy. يعني thermal energy decreases. speed of molecules decreases. temperature decreases. molecules vibrate slower. طب ايه اللي يحصل الفورس؟ طالما temperature decreases يعني الملكولز هتقرب من بعض. وطالما اقربوا من بعض. يمسكوا في بعض اقوى. يبقى the force that hold those molecules together increases. خلاص. يبقى كله decrease معادة. الفورس. الفورس that hold those molecules increases. then at certain temperature بالنسبة للليكويد. لو صلنا للfreezing point هتحول ليه لسولد. ولو كان جاز هتحول لليكويد. يبقى اسمها منسميها boiling point. يبقى freezing point هتحولي عندها ليه solid. from liquid into solid. next point بيقولي water changes into ice. باي ايه. لو انا عندي water وعايز اخليه ice. هنحطه فين؟ رفع عليك. هنحطه في الفريزر. يبقى باي cooling. يعني لما نبرده. while ice changes into water. لو انا عندي التلق وعايز احول الواتر. يبقى نسخنه. ويبقى بايه. يبقى بايه. يبقى بايه. يبقى نحطه على البتوكاز. او نسيبه في الحر شوية ليه. melt. يعني changes into liquids. طبعا. molecules of space water more have more thermal and kinetic energies. hot well cold water. طبعا. hot water. يبقى they have a more thermal and kinetic energy. عندهم حرارة اكتر. وكينتك انرجي اكتر. than cold water طبعا. melting point and boiling point. دول اسمهم اي? دول. they are called physical properties of matter. يبقى melting point. also boiling point. are called physical properties of matter. طبعا. ice melts or changes into liquid at zero Celsius degree. ديسمها melting او freezing point. ممكن سميها melting وبردو freezing point. عشان لو قلت لنا ايه. مع المية بتتحول ال ice عندي زيرو. يبقى اسمها ايه. freezing point. وال ice changes into water. عندي زيرو برضو. يبقى اسمها melting point. while water boils at 100 Celsius degree. يبقى المية. ممكن سؤال يجي لك ولك. water remains liquid between space and space. بقى سلزة دجري. يبقى between zero and 100. قبل الزيرو يبقى صلد. فوق ال 100 يبقى gas. اللي هو water vapor. يبقى water remains liquid between zero and 100 Celsius degree. when we call matter. لو احنا بردنا المادة. spaces between molecules يحصل لها ايه. طبعا. decreases. and come close to each other. يبقى رايبين من بعض. خلاص. and this is called contraction. يعني انكماش. يقول المادة لما تبرد تنكمش. تزم. it's volume decreases. حجمها يصغر. لان الملوكولز. آآ. come close to each other. يعربوا من بعض. لكن العكس بقى. when we heat matter. لما بنتسخن المادة. اللي بيحصل. spaces between molecules increases. المسابات بين الملوكولز بتزيد. مع كده ان ال volume increases. so molecules spread out. spread out. يعني بيبعدوا عن بعض. from each other. and this is called expansion. يعني تمدد. خلاص. طبعا. next point. thermometer contains a thermometer. بنصنعه من ايه? طبعا. contains alcohol. لو المطاهر. عارفين المطاهر اللي كنا بنحطه عيام كلونا والحاجات دي. لو هو ده اسمه alcohol. يبقى. يعني في بعض thermometer بنصنعها من الميركري. خلاص. لكن لو عايزين يعني كما تكون اوفر شوية الالكوهول. واي دي نفس الوظيفة. يعني ما فيش فرق. يبقى. الثرمومتر contains alcohol. liquid mixed with red color. ليه بنحط معاه red color? لان الالكوهول transparent. زيه زي الووتر. so we can't see it inside the glass tube. ها بشفاف. مش نشوفه. so we add red color to it to be visible. عشان نقدر نشوفه بسهولة. when thermometer is placed in hot water. اللي بيحصل. alcohol molecules. خلاص. lose heat energy. يفقد حرارة. and expand. فتطلع على فوق شوية. يبقى تزيد. خلاص. while when thermometer is placed in cold water. اللي بيحصل. alcohol molecules. خلاص. lose heat energy. يفقد حرارة. so they contract. في ينزل اللي تحت. خلاص. they contract. طبعا الانجينيرز استخدموا موضوع. expansion وال. conduction ده. sorry. contraction والexpansion ده. في بعض الابليكيشنز في حياتنا. بعض التطباط موجودة في حياتنا. زي ايه بقى? engineers use expansion joints. ده اسمه expansion joints in bridges. في الكباري. to keep bridges safe. ليه بقى? لان احنا هم حطناش الexpansion joints دي. الجونز دي زي ما انتم شافين في حياته في حياتة فاضية بينهما. فده ممكن يتحركوا يعني يقفل له جوه ويطلع لبره. according to the temperature. يعني لما الجوه يحرر يحصل. فاحنا سيب النوع مكان فاضي يتمدده فيه. لو احنا مش مش حطين بقى expansion joints دي. اللي بيحصل الكبري بيبقى طبعا جوه iron. وجوه طبعا اه كونكريت وحاجات تانية. فلما يحصل expansion هيبتدي يحصل له twisting يعني ممكن يلتوي وبالتالي ممكن ينهار في وقت. فاحنا والله بنعالج الموضوع ده عن طريق. عشان يبقى فيه فراغات تسمح له انه يحصل expansion contraction بسهولة من غير منضمر الكبري. يبقى هدف expansion joints to keep bridges safe. عشان نحافظ على الكباري بامان. from bucking when they expand at high temperature or contract at low temperature. انه هو ما يتدمرش او يلتوي اه مع ارتفاع ونخفض درجة الحرارة. نفس الكلام برضو اخدناه في ال rail route tracks. لو كطبان السيكة كالحددية. باللاحظة هنا القضيب ده والقضيب ده فيه بينهم ايه? space كده فيه فراغ بينهم. ليه? to allow it expand and contract in this space. عشان هي تمدد براحة وصيبين له حتة يتمدد فيها. يبقى in railway routes او tracks engineers have small spaces. بيسيبوا فراغات ايه زي ما احنا شايفين الفراغات دي. خلاص between railway routes to allow tracks expand to avoid train accidents. عشان ميحصلش برضو twisting لل railway routes دي. والتالي يحصل ان القطر يتقلب او حاجة. فبنسمح له ان هو يتمدد وينكمش في الفراغات دي. كده احنا خلصنا two point one concept two point one. ما ننساش تابعوني على اه قناتنا yellow science ما ننساش نعمل subscribe نعمل تفعيل لزر الجرس. واريت لو تدعمنا بلايك وشير لي الفيديو من باب نشر العلم. تاخد سواب نشر العلم. اكون شاكر جدا لحضرك. شكرا لكم حبيبي. وانتظروني الفيديو اللي جاي ان شاء الله. هنكمل فيه على على سورة على كله. وحنا دلوقتي خلصنا two point one فضلينا two point two. وكده ندخل في والنقاط المهمة في الماناك بعد ما نخلص ان شاء الله. شكرا لكم. بتمنى لكم التوفيق يا رب.